ولمناقشة التصريح الصحفي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن خطف سبعة أشخاص وقتل أحدهم على يد ميليشيا العصائب في ناحية جرف الصخر كذلك الحملة العسكرية الميليشيوية التي يتعرض لها أهالي الطارمية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني مرحبا بك معنا دكتور حياكم الله مرحبا بكم دكتور أصدرتم في هيئة علماء المسلمين تصريحا صحفيا بشأن خطف سبعة أشخاص وقتل أحدهم على يد ميليشيا العصائب في ناحية جرف الصخر بداية كيف تنظرون إلى هذه الحوادث التي أصبحت ظاهرة منذ أن عرف العراق الميليشيات التي أنشئت على خلفية فتوى الجهاد الكفائي نعم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أسف نقول أن الانتهاكات باقت في المشهد العراقي ربما من المشاهد المتلازمة كأحداث يومية ومتكررة وهذه الانتهاكات هي التي يتعرض لها أدناء الشعب العراقي بكل أنواعها لكن الجريمة الكبرى التي يعمل عليها المشروع الإيراني وينفذه ميليشياتها في العراق وأدرعها في العراق هي جريمة التحجير القسري لأماكن متعددة ولا سيما من حزاب بغداد ولساكنين كثيرين يعني والساكنين الأصليين لهذه المناطق فهذه الجريمة التي حدثت قبل يوم هي من الجرائم التي تدخل في هذا الملف ملف الانتهاكات يعني فضلا عن أنه قتل خارج القانون وتغييب وخطف وتعذيب تعذيب كلها ذلك لكن هي ضمن مشروع أكبر وهي مشروع التغييب القسري أو التحجير القسري لأهالي هذه المنطقة وبالمناسبة هي من الجرائم الكبرى التي تعد ضمن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب نعم نعم دكتور الفتوى التي تأسست على إثرها الميليشيات هل ما زالت تجيز اختطاف وقتل الأبرياء من المدنيين وتعذيبهم وتفجير مساكنهم كما يحدث الآن في الطارمية يعني هذه الميليشيات قامت على مبدأ طائفي مع الأسف وقامت على مبدأ الإقصاء للآخرين وتصريحات الفتاوى المؤيدة لهؤلاء والساندة لهم وتأييدات أو تصريحات قادتهم السياسيين أيضا هي كلها تصب في هذا المصاب ولذلك لا يمكن الفصل بين هذا الأساس العقد الطائفي مع الأسف بهذه الميليشيات ومع ما ينفذ على أرض الواقعي وإن كان هناك أيضا نزل بين هذه الطائفية المقيتة وهذه الفتاوى المؤيدة والساندة لهم وبين الأطماع الشخصية لهذه العناصر بارتكاب جرائم بهدف التكسب من المال الحرام من أبناء الشعب العرامي دكتور في مسألة المحاسبة والملاحقة يعني هل يمكن أو كيف يمكن محاسبة وملاحقة الجناة ولا سيما أنه حتى تقرير الطب العدلي في المستشفى التي نقلت إليها جثة الضحية على سبيل المثال يتم التدخل به ويرفض أن يكتب سبب الوفاة الحقيقي وتكتب أسباب أخرى حتى في هذه لا يتركون أثرا لجرائمهم ولكن مع هذا كله فإنهم بإذن الله تعالى لن يفلتوا لأولا لأن هناك حساب سيكون على الصغيرة والكبيرة من لدن الحكم العدل الذي لا يعزب عن علمه شيء وفي الدنيا هناك كقانون معروف في ما يتعلق بالانتهاكات أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فإن استطاعت الآن الميليشيات أن تتستر بالعملية السياسية وبالأحزاب السياسية التي تضمن بهؤلاء ممارسة هذه الجرائم فإنه لا بد أن تزول هذه الأنظمة وتزول المظلة السياسية والمظلة القانونية والحماية عنها أولئك وسيأتي يوم الحساب ضد القانون الدولي يقول القانون الدولي أنه لا بد مثل هذه الانتهاكات أن يلجه إلى القضاء أو إلى الجراءات القانونية المحلية أولا فإن عجزت يمكن اللجوء إلى المجتمع الدولي لكننا نحن نرى للأسف الانتهاكات التي هي بالمئات الآلاف ضد أبناء الشعب العراقي لا القانون المحلي يضمن لهم هذه الحقوق ويعيدها لهم أو يقدم الحماية للأبرياء ولا المجتمع الدولي الذي بالعكس يدعم العملية السياسية التي هي أيضا مظلة لهؤلاء المجرمين والفعلات ولا سيما دكتور كما تفضلتها أن هذه الأحداث كلها اعتقالات واختطاف وتهجير قصر إلى آخره تحدث مع أهالي جرف الصخر والطارمية والذين يتعرضون إلى ذلك منذ عدة سنوات هل من تفسير لاستهداف الميليشيات لمناطق بعينها؟ نعم هناك مشروع كبير هو معلن وليس سريا وهو التغيير التركيبة السكانية لعدد معين من مناطق العراق ولا سيما أولا حزام بغداد وثانيا الطريق الواصل بين بغداد وسامراء فهذا قد أعلن عنه من لدن العديد من الشخصيات بالوثائف طبعا التي فضحت هذا المشروع والذين نراه منذ 2003 إلى الآن على قدم وساق باستهداف هذه المناطق من جنوب بغداد جرف الصخر وحزامها من جميع الأطراف خلاصية من شمال بغداد وصولا إلى سامراء فهذه الجرائم تجري ضمن هذا المشروع المقطط له وكما قلت في بداية حديثي هذه الميليشيات هي أدوات تنفذ هذا المشروع الكيراني في العراق الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني شكرا جزيلا لك